بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والحمد لله معاشر المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يسم الله السلامان ونرث ذويل تنون والصلح خير شهر شعبان له فضاء الكثيرة نعم يكفيه شرفا أنه يسبق شهر رمضان المعظم نعم فكونه يسبق هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم هذا مقام يحظى به شهر شعبان ليتهيأ الناس ليتهيأ المسلمون في الكرة الأرضية قاطبة لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال الاكثار من الصيام نعم الاكثار من الصيام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان حينما سئل عن فعليه عن كثرة صيامه قال إنه شهر يغفل عنه الناس الناس نعم بين رجب ورمضان لذلك وفي هذا الحديث ثبت عن الإمام النسائي خرجوا الإمام النسائي والإمام الترمذي وغيرهما وفي حديث سيئة من عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل ترفع الأعمال إلى الله رب العالمين هذا فضل آخر يحظى به شهر رمضان أن أعمال الناس ترفع إلى الله رب العالمين في شهر شعبان فقال نبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إذا هذا فضل كبير لذلك يجدر بنا جميعا لاستقبال شهر رمضان الاكثار من الصيام في شهر شعبان بقدر المستطاع والتوبة من المعاصي لنتهيئ الاستقباله ونحن إن شاء الله تعالى على طهارة تؤهلنا لاستقبال شهر رمضان نسأل الله أن يوفقنا لصيام هذا الشهر شعبان لبعض أيامه على الأقل تحضيرا لاستقبال رمضان نسأل الله أن يبلغنا رمضان